اشتركوا في القناة وصحة المواطنين والمقيمين جاء ذلك لدى استقبال معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة وزيرة الصحة في غرفة العمليات التابعة للفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا لمعالي الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ورحب معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بمدير منظمة الصحة العالمية نطاق التعاون مع منظمة الصحة العالمية في مختلف المجالات وعلى رأسها دعم جهود المنظمة ومبادراتها الهادفة لمواجهة فيروس كورونا على المستوى العالمي معربا عن سعادته بافتتاح المكتب التمثيلي للمنظمة في مملكة البحرين والذي يمثل خطوة متقدمة لتعزيز وطيرة التعاون والتنسيق المشترك مع المنظمة وفي هذا الإطار قدم معالي الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة شرحا عن آخر التطورات بشأن فيروس كورونا وما يتم تنفيذه من إجراءات احترازية ووقائية بهذا الشأن مؤكدا أن مملكة البحرين كانت من الدول السباقة في تشكيل فريق وطني لقيادة وتنسيق الجهود الوطنية لسبل مواجهة هذه الجائحة على مختلف المستويات من جانبه نوه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بالمبادرات والإجراءات العديدة التي قامت بها المملكة ومن أهمها إنشاء غرفة عمليات لمتابعة مستجدات التعامل مع الفيروس وتخصيص أماكن للفحص والحجر والعلاج والعزل وتسخير كافة الموارد والإمكانات الوطنية لمواجهة الجائحة وتوفير التطعيمات للجميع دون استثناء مجانا بما يحقق المفاهيم العالمية في تجسيد مبدأ الحق في الصحة وأبدأ معالي الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس تقديره لما شاهده من جهود منسقة وفاعلة خلال قيامه بزيارة لعدد من مراكز العزل والعلاج والتطعيم هذه الحقاية نوع من تقرير لنشاط البحرين في الموضوع وطبعاً عنده معلمات عن الإشثار عندنا ويش سوينا وكل المعلومات اللي طبعاً مبدين فيها وتطورنا إياها إلى نصنع الأرض هذه فهو ظاهر أنه كان يحب يزور البحرين لهذا الموضوع والحمد لله طلع على تجربة البحرين من البداية إلى النهاية خوصاً مسألة الاستعداد القبلي ونقعد ننطر مسألة التي تصير تغرق فيها ويقول لك شيء روحي لا أنت نبرز نفسك حق أسوأ الظروف فلما جيك أسوأ الظروف ترشيل نفسك فهذه كانت السر في الموضوع قصة نجاح نتبادلها مع الدول ليست على الصعيد المحلي فقط والإقليمي بل على الصعيد العالمي وقد سبق شاركة مملكة البحرين تجربتها من خلال عدة اجتماعات وحالت بالإشادة وتأتي زيارة مدير منظمة الصحة العالمية لتدعم هذه الإنجازات وتكون مكملة لها وطبعاً حازت هذه الإنجازات بالإشادة من مدير منظمة الصحة العالمية حيث قام بزيارات ميدانية لمختلف المواقع وقع بنفسه على النجاح وعلى الابتكار والإبداع وتضافر الجهود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر